السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وزد وبركاته نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ازايكم حبيب عمليني يا رب دائما انتكونوا بخير رجعين بوصفة حلوة جدا ان شاء الله هتعجبكم طبعا ده عبارة عم بسكوت جزائري بس بطريقتنا احنا يعني اي حنديل شوية حاجات من عندنا احنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده المقادير بتاعتي عندي نص كباية زيت زائد معلقة كبيرة ماء يعادل يعني 113 جرام من الزيت عليهم نصف كباية سكر ماء يعادل 115 جرام وهنا عندي معلقة من الزبدة الزبدة تكون بداية تهارت الغرفة لان انا كانت طالت متأخر عندي من التلاجة فبصراحة حيارتني جدا في الضرب بتاعها المهم ان احنا حنفضل نضرب السكر مع الزيت مع الزبدة كويس خالص الزبدة طبعا زي ما انتوا شايفين عشان ما كانش سايحة عندي حيارتني بس عادي كله راح جعلت تدوس عليها كده بالمضرب ولجايت لما تفكت معي والضربت معي كويس اهم حاجة ان احنا نضرب الخليط ده مع بعض كويس خالص لجايت ما اللونه يتغير وتحسوا ان القوان بتاعه برضو تجل معنا هنا عندي بيضة دي كانت في المطبخ بدرجة حرارة المطبخ يعني تكون مطلعين هبادري من التلاجة بيضة واحدة هنضربها كويس برضو مع الخليط بتاعنا الكعكة او البسكوت ده حلو جدا هنجيب اولادك بصراحة كان طعم جميل وعجبني جدا بصراحة المرة دي لان فيه من شوية ملكهات حلوة جدا هنا عندي نص كباية من السمسم المطحون ده سمسم الحوايبات بس انا طحناه ده نص كباية يعني فيما معي وعدل كان ستين جرام الناس اللي بتحب تشتغل بالجرامات ده ستين جرام من السمسم عندك سمسم حوايبات المصروض تخط معلجتين تلاتة بس انا مكانش عندي بس ايه برضو هنصرف ونعمله من جير ما نحط سمسم ده معلجة صغيرة من الشمر على ينسون شمر وينسون طحنتهم كويس وبعدين نخلتهم بالمنخل وخذت البودرة النعمة بتاعتها تمام ده نص كيس من البيكنج بودر ما يعادل معلجة كبيرة وربا يعني معلجة كبيرة وربا تقريبا بالجرامات كانوا تلتمية جرام ايه تلتمية ازاي تلاتةاشر جرام كانوا تلاتةاشر جرام وطبعا حطينا رشة ملح كانت مع البيكنج بودر هنا عندي نص كباية مياه ايه هنستخدم اول حاجة نحط الربع بتاعها وبعدين هنشوف لو احتاجنا تاني بجا نحط عندي هنا الدجيج بتاعي كان تلات كبايات وربا يعني نص كيلو دجيج نص كيلو بيدين تقريبا تلات كبايات وربا انا نزلت الدجيج كل مرة واحدة مش حبايا حبايا لان انا تحكمت في كمية المياه انا محطيتش نص كباية كلها تمام وممكن ياخد اكتر من نص كباية ما تتحكميش بالمقدار بتاع المياه لان كل دجيج على حسب نوعه في شرب المياه ايه او السوايل بمعنى صح انا هنا حطيت نص الكباية التاني وحندروا نعجينهم كويس مع بعض يعني كده رجيت لما يدينا عجينة نعمة وحلوة معانا هنعجينهم كويس انا ما اخدتش مياه تاني انا كانت النص كباية دي كانت حلوة مع السوايل اللي عند الزيت والطبعا زيت وحجم البيضة برضو بيفرق في حجم السوايل اللي انت حتستخدميها المهم حنعجين كويس فيه لجايت لما يتلمى معانا الريحة خرافة يا بنات احنا محطناش فانيليا ليه مع البيض طبعا لان الشمر والينسون والسمسم الدانية دي ريحة جميلة خالص زي ما احنا شايفين العجينة الطريقة عندي مش بتشجج وتتلمى معايا بكل سهولة وتتفرد معايا بكل سهولة اهي احنا مش هنخليها تخمر احنا حنسيبها مش هنسيبها ترتاح احنا حنسيبها خمس دجاج بس لجاية لما احضر معايا الصاج بتاعي مثلا وادهنه وكده يعني نحضر الحاجات اللي حنشتغل فيها واشغل الفرن فمش هنسيبها ترتاح او حاجة يعني كلها خمس دجاج او عشر دجاج بالكتير هنا جبت المفرش السيليقوم او رخامة او اي حاجة انت ممكن تشتغل عليها وحنبتدي ان احنا نفرد العجينة بتاعتنا هحط عليها كيس بس بلاستيك عشان خاطر ده كيس تلاجة عادي انا فتحته اه نحاول ان احنا نعملها مستطيل او مربع المهم ان احنا نحاول نسويها كويس ونخلي الارتفاح بتاعها ما نخليهاش وطي خالص نخلي فيها سمك بسيط يعني مثلا نصف سنتي هنحاول نزبطها كويس عشان تبقى متساوية اللي بنطلق ده من على الجناب يا بنات هنستخدمه تاني هنعجينه تاني وحنحطه جرتاح خمس دجاج ونبتدي ان احنا نشكله مرة تانية كمان المهم طبعا انا هبتدي ان انا قطعها وانا بسم الله ما شاء الله في ان انا في التقديم ما بعرفش ساوي يعني واحدة هتطلع صغيرة واحدة هتطلع كبيرة بس معالينا كله حيستيق وكله حيتاكل عايزة تجسيب الضبط ممكن تستخدمي مصطرة استخدمي مصطرة كده نظيفة تكوني بخصصها لمطبخ وجيسي بها معين انا البتاع ده السكرابر ده كان فيه ان هو مصطرة يعني بس مع يعني الواحد كان مستعجل وكده فما جستش تقدريا عملت الموضوع تقدريا مش اكتر انت حابة تجسيهم بالضبط استخدمي مصطرة او لو عندك السكرابر زي كده مرقم جيسي بيه المهم احنا كده خلاص جدت عنا البسكويتات بتاعتنا او الكعك بتاعنا هو اقرب من الكعك كريحة وكقوام عزينة لكن في القرمشة بتاعته كده هو طبعا بسكوت ان كان مقرمش معانا من بره مقرمش حلو جدا ومن جوه كان دايب معانا فهو كان قوام في القوام قوام كعك في الطعم بسكوت تحفة الشمر علي ينسون على السمسم مدينا ريحة تحفة هنا عندي سنية ده نهب بحبة زيت بسيط حبة تدهنيها سبنا برحتك انا حبتت حبة زيت شايفين السمك بوريك السمك بتاعها حلو جدا يعني نص سنتي هو مفوش خميرة يعني مش هيخمر معانا ولا حينفخ معانا جر حاجة بسيطة بسبب البيكنج بودر اللي احنا حطناه حطينا تلاتاشر جرام من البيكنج بودر ما يعادل معلجة وربع كبيرة تمام بتتنجل معانا العزينة حلوة ما بتتقصرش ولا بتلزج في ادينا بننجلها بكل سهولة للصينية زي ما انتو شايفين لو صلتوا معانا لغاية هنا والفيديو عجبكم ما تنسوش ان كومنتو وتدونا لايك حلو منكم عشان الفيديو يرفع معانا ويشوفوه ناس كتير يا بنات خلي القناة كده تكبر بكم وما تنسوش في الكومنتات الحلوة ونصلي على النبي في الكومنتات اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين خلصنا كل الكمية هنا عندي بيضة هحط عليها معلجة صغيرة من الخل خل بتاع طعام عاد الخل الابيض هنحط معلجة عليه صغيرة علشان الناس اللي ما بتحبش البيض ولا ريحة البيض مع ان مش هتظهر ريحة خالص للبيض البسكوتات بتاعتنا مناكهة بالشمر والينسون والسمسم فما فيش اي ريحة فيها هنضربها كويس بس قبل ما ندهنها هنعمل ممكن تشكل كده زي ما هو نفس الشكل وتدهنيه بالبيض وممكن هنديله شكل جمالي كده حلو بالسكينة سهل وبسيط اللي ريحة تحبة تعمليه كده من غير ما تشكليه براحة تحبة تشكليه هنشكله بطريقة سهلة جدا مع بعض بالطرف السكينة حفوان بالطرف السكينة وحنعمله شوية التشكيلات كده عالجام سهلة وبسيطة مش هتاخد معانا وقت شايفين مش حابين الخطوة دي دي خطوة اختيارة مش حابينها هتحطوا البسكوتات كده زي ما هي وهتديكم برضو نتيجة حلوة في الاخرى هم حاجة الطعم الطعم بتاعها حلو وهيعجبكم بازن الله هنخلص كل الكمية بالشكل ده بعد كده هنبتدي ان احنا خلصت كل الكمية هنبتدي ان احنا ندهن البسكوت بصفار البيض عندك سمسم تحطي على الوش سمسم ما عندك ايش سمسم ممكن ترشي سكر ما عندكش عايزة تحطي سكر ممكن ترشي حبة البركة الحاجات دي ترجعلك انتي انا بصراحة ما كانش عندي سمسم حب فحطيت حبة من رشة من حبة البركة حطينا رشة من حبة البركة ودي حاجة اختيارية لو حبة انك انت ما تحطهاش ما تحطهاش تمام بس انا من عشاء حبة البركة في البسكوتات والمعجنات حنكمل كل الكمية كده طبعا ما ندهنش تصاش كله بيض وبعد كده نحط حبة البركة لان كده حنرجع للي دهنهم الاول حلاج البيض معانا نشف عليه فاحنا بندهن حبة ونحط فجهم حبة البركة وبعدين نكمل باقي دخلناهم فورنا على درجة حرارة مية وستين نار هادية جدا حنخليها على مية وستين يعني الدرجة الحرارة تكون هادية لغاية لما يستيوى معانا وياخد لهم من تحت وفوق كده ويجرمش معانا ويبغى زي الفل طبعا بسكوته اختيارية حرار بسكوتات يعني كوب بيت شاي بلبن كده تحفى ان شاء الله يعني انا واسقة والله انكم لو جربته حيعجبكم جدا بصراحة يعني انا واسقة من الحتة دي ان لو حد جربه حيعجبه باذن الله شايفين اه بيتكسر معايا ويجرمش خالص كده ونحش في يعني مش اللي هو بسكوت اه حيبغطاري لأ لأ بصوه خلوا النار واطي عليه في الفرن وهدوا النار وهو حيستيوه معاكم ويجرمش معاكم كويس خالص شاي بلبن اه شاي على كده لبن على كده فطار اه طبعا بالليل حلو خالص وكمان احلى حاجة ان هو عاجب الاولاد عندي زي ما انتم شايفين اتمنى انكم تجربوه دولي رأيكم في ايه اهو ناشف بناك مش طري عشان انا وطيت عليه النار وطينا الفرن ونديله راحته في الفرن اللي جايت لما يستيوه معاكم كويس خالص واخد اللون الحلو ده من غير شواية طبعا احنا مدهديني النار فالفرن لفت عليه كله اديت له اللون الحلو ده من غير شواية انت طبعا فرنك ما ادتوهش لون حلو من فوق ممكن بعد ما تلاقيه ستوا كده ونشف افتحي عليه الشواية وياخد خمسة كده تحت الشواية بس خده بالك منه عشان ما يتلسعش منك انا الفرن عشان نهدي النار لفت عليه كله ودت له اللون الحلو اللي انتو شايفينه الارتفاع بتاعه حلو خالص والريحة بتاعته مالية المكان البيت ريحته حلوة خالص من المغبوزات دي اتمنى ان الفيديو يعجبكم واتنسوش تشتركوا في القناة عشان نوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته